الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا في قصر الصافرية هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين للسلام على جلالته بمناسبة انتهاء مهمه الدبلوماسية وخلال الاستقبال استعرض جلالته مع السفير السعودي العلاقات الثنائية المتميزة معربا جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تاريخية متجدرة وراسخة وما وصل إليه التعاون الوطيد والتنسيق المتبادل من مستوى الرفيع على كافة المسارات بما يحقق مصالحهما وتطلعات شعبهما الشقيقين وأشهد جلالته بالجهود والمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظه الله في تطوير العلاقات الأخوية الوثيقة وبما تشهده المملكة الشقيقة في عهده الزاهر من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من مكانتها الرفيعة وأكسبها احترام وتقدير دول العالم سائلا المولى تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بمفور الصحة والعافية ويديم على المملكة العربية السعودية عزها ورخاءها واستقرارها ويحقق لشعبها الكريم كل الخير والتقدم والرفع وتقديرا من حضرة صاحب الجلالة لجهود السفير السعودي وإسهاماته الطيبة في توثيق علاقات البلدين العريقة وتعزيز أوجه التعاون المثمر فقد تفضل جلالته أيده الله بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى من جانبه أعرب سفير المملكة الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز عن بالغ الشكر والتقدير والامتنان إلى المقام السامي لجلالة الملك المعظم على منحه هذا الوسام ولما يوليه جلالته من حرص واهتمام دائم بتعزيز الأواصر التاريخية والصلات المتينة بين البلدين والشعبين متمنيا للبحرين دواما الرقي والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة